لا حل يلوح في الأفق بشأن أزمة إقليم أرساخ رغم التوصل إلى هدنتين متتاليتين بقيتا حبرا على ورق وذلك بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار التي يقوم بها الجانب الأذربيجاني بتحريض من النظام التركي بحسب المسؤولين الأرمانيين الرئيس الأرماني أرمين ساركيسيان اجتمع مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل وأطلعه على آخر التطورات الميدانية والأحداث في الأقليم ساركيسيان أكد أن النظام التركي يجلب المرتزق الأرهابيين للمنطقة مشيرا إلى أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن الأقليمي والدولي من جانبه أعرب بوريل عن قلقه العميق زاء استمرار الأعمال العسكرية بأرساغ مشددا على ضرورة التهديئة ووقف أطلاق النار والعودة للمفاوضات في إطار مجموعة ميني سيك وفي هذا الإطار قال بوريل أن الأطراف الخارجية يجب أن تكفى عن استخدام ما أسمها بالبلاغة التحريضية الخطيرة ووقف استمرار الأعمال العدائية التي تؤتي بدورها لوقوع المزيد من الضحايا وتشير إحصاءات مسؤولي إقليم أرساغ إلى مقتل أكثر من ثمانمائة من جنودهم منذ السابع والعشرين من أيلول السبتمبر إلى جانب أكثر من ثلاثين مدنيا في حين تكتمت أذربيجان عن إعلان خسائرها العسكرية حتى الآن ترجمة نانسي قنقر